بعد غياب استمر أكثر من ثلاثين عاماً الشركة العامة للأسواق المركزية التابعة لوزارة التجارة تفتتح مركزاً تسويقياً للبيع المباشر في المثنى لمختلف المواد والأجهزة الكهربائية ومن مناشئ عالمية وبأسعار مدعومة تنافسية بنظام النقد والقصد الشهري دعماً منها لشرائح المجتمع السماوي لتحقيق توازن اقتصادي تجهيز هذا الفرع بالمواد الكهربائية والتأسيسات الصحية وكافة المواد التي يحتاجها المواطن في حياته يومية وكذلك قيام الشركة بتجهيز أو إمكانية تجهيز دوائر الدولة النظام التعامل الحالي موجود بالنقد وإن شاء الله سوف تصدر آلية جديدة بالتعامل بالأقصاط لكافة شرائح الموظفين والمتقاعدين وكذلك الرعاية الاجتماعية والمواطنين وبعودة هذه الأسواق عادت معها ذكريات الأهالي التي كانت قبلة للمتبضعين والمستهلكين لعقود زمنية مضت تعرف عندهم بالأورزدي لتعود اليوم بالرغبة نفسها للتبضع منها لا سيما أن وزارة التجارة أسهمت بدعم أسعار البضائع التي تعد مناسبة لدخل المواطن خطوة موفقة جداً من وزارة التجارة لدعم الناس والمواطنين محافظة أولاً تقضي على الاحتكار للتجار المحتكرين والمغلاء بالأسعار والأقصاد والفوائد الكلش عالية عيد أيام القديم والزمان يعني ونعيش تشونها أن يقول رزدي ورخيص ومناسب فهذا إن شاء الله الحكومة فتحت هذه الأسواق وعادتها وتدعى المواطن وموظفين ويريد يطورونها وبالرغم من تأخر عودتها فإنها وبحسب مراقبين خطوة بالاتجاه الصحيح لبث الحياة مجدداً بمؤسسة حكومية تحاول إعادة موقعها ومنافستها للأسواق الأخرى وتوافد الأهالي للتبضع منها بأسعار تنافسية من المثنى نجم الحميد الفلوجة الفضائية